بعد تأخر إعلان النتائج ودعاوى التزوير المتصاعدة أخذ ملف الانتخابات البرلمانية منحاً تصاعدياً جديداً وباباً آخر للصراع لا يعتقد أن يكون من السهل إقفاله الخروقات الكبيرة التي رافقت عملية التصويت استدعت على ما يبدو أمراً من حيدر العبادي بإحالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لهيئة النزاهة وفق ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط الصحيفة نقلت عن مصادر حكومية قولها إن إحالة العبادي أعضاء مجلس المفوضين إلى النزاهة بسبب عدم استعانة المفوضية بشركة فاحصة ورصينة للتأكد من دقة أجهزة العد والفرز كما لم تنفي المفوضية خبر إحالتها للنزاهة هذه الخطوة سبقتها عدة تحذيرات وطعون بأن عقد الانتخابات وما ترتب عليها يوشك أن ينفرط من يد المفوضية فكثير من الجهات السياسية باتت تشتري أصوات الناخبين بحسب قول المتحدث باسم تيار الحكمة محمد جميل المياحي الذي أكد سعي جهات سياسية لاستبدال أسماء مرشحين فائزين بغيرهم بالإضافة إلى عمليات تزوير كبيرة في خارج العراق وبالنظر للتباين الكبير بين الأرقام الصادرة عن المفوضية والمتداولة بوسائل الإعلام والتغيير السريع في عدد أصوات بعض المرشحين تتصاعد الدعوات للجوء إلى آلية العد اليدوي حتى من قبل المفوضية نفسها فعضو مجلس المفوضين سعيد كاكاي أكد وجود شكوك وطعون حول نزاهة النتائج مشيرا إلى تجاهل المفوضية للكثير من الشكاوى والملاحظات على عملية العد والفرز والنتائج المعلنة ائتلاف الوطني بزعامة إياد علاوي كشفه والآخر عن عمليات بيع وشراء للأصوات ضمن القائمة الانتخابية الواحدة محذرا من تبعات هذا الأمر على الوضع في البلاد برمته من جانبه قال النائب عن محافظة صلاح الدين عبدالقهار السام الرائي إن هناك انحرافا كبيرا في أداء المفوضية لسيما في المناطق المستعادة ومخيمات النازحين لكن الانحراف الذي تحدث عنه السام الرائي يراه البعض جزءا من كل فما كانت بدايته عوجاء لا شك أن تكون نهايته أكثر عوجاجا